وطبعا ولا يزال وأكيد في أهمية هذه المرحلة التاريخية اللي بتشهدها مصر الكلام على الانتخابات الرئاسية هل الانتخابات وهل المرشحين وهل الدفة حددت مصرها وراحت اتجاه معين واضح من أولها ولا إحنا لازلنا أمام فرصة لمنافسة انتخابية ممكن تكون من أكثر وأهم وأعدل يمكن أو أكثر المنافسات الانتخابية واقعية تحديدا بعد تجربة مش كتيرة أو مش كبيرة لدينا الحقيقة في هذا المجال أو في مجال المرارسة الديمقراطية الحقيقية في مجال الانتخابات الرئاسية في مصر بعد ثورتين 25 يناير و30 يونيو خلينا نتكلم أكتر ونشوف الأخبار والدنيا ماشية إزاي خصوصا مع تصريح السيد عمر موسى اللي كلنا طلعتنا به الصحف صباح اليوم وهو أنه مفترض أن يعلن المشير عفتاح السيسي في آخر فبراير أو أول مارس عن ترشحه رسميا برحب ضيفي الأستاذ محمد مهني الجنيدي وهو عضو مجلس الشعب السانق صباح الخير صباح الأنوار عليكو عسادة مشاهدين هل زي ما قلنا الاتجاه في الاتخابات الرئاسية أحادي الاتجاه واضح متجه نحو دفة معينة والمنافسة هتكون منافسة نوعا ما ظاهرية ولا فيه منافسة ممكن تكون حقيقية ممكن تحصل مفاجئات شوف ظاهر الأمر غير حقيقته ظاهر الأمر أن هناك منافسة أحادية لكنها محسوبة على أوهام بمعنى آخر أنه حتى هذه اللحظة لم يرشح الشخص اللي بشأنه هيبقى فيه أحادية في الانتخابات وقصد هنا المشير السيسي يعني الجميع يتحدث عن المشير السيسي أين هو المشير السيسي؟ ما زال الرجل يتحمل مسؤولياته في وزارة الدفاع وفي مجلس الوزراء وفي وزارة الانتاج الحربي لم يشر من قريب أو من بعيد إلى أنه حياته رشح كل التصريحات طالعا مين؟ عمرو بوسى مصطفى باكري سين صادعين؟ أو تحليلات وتخمينات من واحد زي واحد زي حضرتك؟ يعني من كل المهتمين بالعمل العام أو الشأن العام أو حتى غير المهتمين الراغبين فيه ترشح وهم كثيرين يعني لا يمكن إنكار أن في حالة زخم شعبي راغبة في أن يرشح السيسي نفسه عايزة فرق بين دي؟ يعني بين حالة الشعبية الطاغية اللي حظى بها الرجل بعد تلاتين ستة وموقفه المحترم جدا وما بين أنه لم يقرر بعد أن يترشح وبالتالي نحن أمام مشهد انتخابي ليس فيه من قرر الترشح سوى شخص واحد نفترض أن يترشح أو يعلم أن يترشح هذا الافتراض الخيالي إلى أولا ما ينفعش كمان نحن نقول أنه لوحده هيترشح إنما هيترشح مع أي برنامج دي مسألة مهمة انحياز المشير السيسي حيبقى مين؟ الفقراء هذا الوطن ولا الغيرهم؟ والانحياز ما بقاش بالكلام برنامجه السياسي حيترجم فكرة الانحياز إزاي؟ بمعنى تاني العدالة الاجتماعية وهي أحد مطالب الصورتين 25 يناير و30 يونيو كيف سيترجمها إلى قرارات تفصيلية؟ وده يعني هو حيعتمد على مين في إنجاز ما يريد إنجازه؟ رئيس الجمهورية احنا عارفين ما بيعملش حاجة بإيده إنما هو بتبقى قدرته على إصدار الأمر وإصدار الرؤية ثم إلهام الآخرين بالأفكار وبالعمل ومتبعت ما يتم طيب هو في الحالة دي قررت تنفيذية لحتى التسخم مع الدستور ودي مسألة مهمة أن عندنا دستور أنجزوا المصريين من أجمل ما يكون وأعظم ما فيه أنه كان توافقي بمعنى آخر أن المصريين أثبتوا أنهم قادرين رغم خلافهم الشديد على التوافق على مستقبل وده أهمية الدستور بالمناسبة طيب أنت كرئيس جمهورية محتمل أو قادم إن شاء الله أي أن كان كيف يمكن أن تجعل هذا الدستور يسير على قدمين عبر قوانين هيعملها مجل الشعب أو عبر قرارات تنفيذية أنت هتخذها على رأس السلطة التنفيذية هذه القرارات معتمدة على كفاءات يفترض أنها تقوم بالتنفيذ من هي هذه الكفاءات هل يمكن أن تكون ذات الكفاءات مثلا اللي كانت مع حكم برك في هذه الحالة بقى فيه مليون علامة استفهام على هذا النظام هل ذات الكفاءات اللي مثلا المصريين اختبروهم قبل كده وعارفينهم بالأسماء وبالأشخاص وكيف عاملوا ولا كفاءات جديدة ولا من شباب الصورة اللي هو أعلن هذه الشعرات ورفعها طيب حتى لو مش مهمش شباب الصورة واختار تكنقراط بمعنى فنيين مدربين متخصين وده مهم هل حيتعامل مع الشباب بنفس التجاهل اللي بيتم تجاهل الشباب في المرحلة اللي فاتت بقى نقطة مهمة الفترة دي اللي احنا بنونا عليها انتقالها حصل فيها خلط ما بين أمرين في غاية الخطورة وينبغي أن يكون الفصل بينهم هام في أسرع وقت ممكن ايه هو؟ محاربة الإرهاب والعنف مسألة المصريين جميعا أجمع عليها وعشان كده خرقوا كلهم في 26 سبعة وفي الدستور لتفويض جيشنا ووزارة داخليتنا برجالهم العظام والمجد والخلود لشهدائنا وربنا يشف المصابين منهم يا رب عشان شعب مصر كله في ظهرهم لمحاربة ده في النص بقى حصل بعض الأخطاء المتعلقة يعني بالقبض على الناس ما ناشى الله خابل إخوان ولا بالعنف ولا بالإرهاب طب دول مصرهم إيه؟ والأسلام سياسية بمعنى آخر مثلا في ناس كترافعة يفطى لا للدستور يا أخي هو حر أنت بتدعو للاستتاع الدستور مش كده لكن مش من حق حد أن يكبر حد على أن يقول نعم أو لا الممارسة الحياة السياسية بشكل حقيقي وليس بشكل نظري اللي كان بيدعو للأ للدستور ده حق بالمناسبة وينبغى أن تحترم حقه وتحفظه له ولو ما عملناه جايب احنا بنأسس دولة استبداد جديدة طيب خد بالك طب دول بعضهم ما زال في السجن أي هزالوا في السجن صحيح أنا رأي دايب خطأ فادع اثنين بعض شبابنا اللي ماريش علاقة بالإخوان واللي كانوا ضدهم مش بس اللي شاركوا في تلاتين ستة وخمسة عشر يناير الآن في السجون والأسباب السياسية صحيح منهم أربعة مثلا كانوا عشر رفعين صورة عمدين صباحي من أسبوع هل هذا يليق؟ أنا في رأيه لا يليق ما ينفعش ممكن يبقى أنت لك موقف سياسي مختلف طبعا حقك ما فيش كلام ويحفظ لك هذا الحق كل هذه المسؤوليات والتحديات أمام رئيس الجمهورية أيا كان مكان والبرنامج ده سواء المشير السيسي أو لديره مش بس رئيس الجمهورية لا خالصة ما كلمش على شخص دلوقتي ما كلمش على البرنامج المتوقف هذا المنصب الرفيع مضم منه إيه؟ لموظف عام في سمو رئيس الجمهورية في الفترة الحارجة اللي إحنا فيها وقبل ما يبقى رئيس الجمهورية كمان هو شايف المساعد دي إزاي يعني اللي أنا عايزه منه برنامج سياسي حدد اقتصادية أنه يعمليه في الفقر والبطالة اتنين المصانع المقفولة هتشغل ولا لاهو هتشغل إزاي ثلاثة مشكلة الماء أربعة مشكلة التعليم الفاسد مش بس تعليم عايز تعديل فاسد الإدارة المصرية الكاملة ببورقراطيتها حالة تكدس الموظفين في كل ركن من أركان الإدارة المصرية مش في مكان واحد في كل بقاع مصر طيب حالة افتقاد الخبرة في بعض الأماكن حالة يا سيدي منع الخبرات من الوصول إلى المستويات العليا في الإدارة لصالح إما أصحاب الحزوة أو الأقارب أو المحاسيب أو القادرين على الوصول لواسطة وسطة عن طريق وزير عن طريق عضو مجلس شعب عن طريق رئيس الجمهورية عن طريق أي حد وليس الكفاءة ومش الكفاءة والخبرة طيب مشكلة الماء دعنا بقى خش في العمق عندك مزال السد الألف بيوبنا في أثيوبيا هنعمل فيه إيه هنقضى المتفرجين خصوصا أن آخر محادثات عملها وزير راي وهو راجل محترم بالمناسبة من أسبوعين ثلاثة فشلت وده اللي أعلم في الجرائد هو اليومين دول في أثيوبيا يا رب ينجح في الوصول لشيء وخلاص هو عاد وراجع بأربع خطط والأربع خطط دول هما هيكون منهم خطوات تساعدية غير متوقعة وده كان التصريح النهاردة في صباح الجرائد يعني صباحية النهاردة يعني أنها أربع خطوات تساعدية من الحكومة المصرية غير متوقعة تراما ممكن أن يلجأ للتحكيم الدولي تدخل المؤسسات الدولية العالمية الأمن الدولي يعني واضح أن فيه خطوات تساعدية حقيقية من الحكومة المصرية في ظل عدم تعاون من الجرائد هل بس أعايز أنا فاهم حدا لكن ده كويس بساعدين نجح تاني معلش نركز في حوارنا وهو المنتخبات الرئاسية التنافس الرئاسي المرشحين لأن ده يمكن الجدل الأساسي زي ما قلنا تاني مطلوب من المرشح الرئاسي واضح جدا أنه مطلوب منه كتير والبلد محتاجة لكتير البلد في حالة يعني صعبة حيبقى نتكلم على المرشحين المحتملين يا فاهم والمرشحين اللي أعلن واسع أنهما منهم حاليا لحد هذه اللحظة حامدين صباحي لا بيغيروا الحقيقة هو الوحيد اللي أعلن ثم بعد كده الخطوات الأخرى أو يمكن المناورات هنقول السياسية الأخرى اللي كانت مثلا من حد زي عبد المنعب الفتوح اللي طلع وعمل تصريح رأى أهل بعض بأنه تصريح يعني مثير للجدل وهو أنه شايف أن الانتخابات الرئاسية لا جدوى لها ولا جدوى من الترشيح لأن النتيجة هو في رأيه الشخصي محسومة خذ بارك ده بعد جماعة عمية الحزب قبلها بيوم صادر فيها قرار بالإجماع بترشيح بالزبط خذ بارك المناورة كتتماشي إزاي؟ بالزبط حذك شايف هذا المشهد زي مؤنطي إياح لها يمكن لب أو عضم أو عصب هذه المقابلة الترشيحات الرئاسية المنافسة السياسية شايفها زي ما قلنا تاني هي منافسة شكلية نفترض دخول ويعني زي ما حالك قلت أن الجفة الأجرح نحن هو حيكون فيه موجود للمشير سيسي في الانتخابات شايف أنها دي حاجة صحية ولا لا شايف أن احنا عندنا أمامنا منافسة حقيقة ولا لا شايف الأرض الواقع بتقول إيه؟ أبدأ بالجبع السؤال التالي تفضل في حالة نزول مشير سيسي هذا حق له يعني حيستقيل الرجل من منصبه الإداري كوزير الدفاع هيقلع بدلته العسكرية يلبس زيك وزي فينزل يبقى مواطن مصري كان يعمل بجيشنا المحترم وترشح للأس الجمهورية هذا حق أصيل له لا يجرؤ أحد على أن ينتزع منه اثنين المنافسة الحقيقية تعتمد على أطراف أقوية بمعنى سيسي نازل مرشح قوي باختصار لو نزل في حال قرر وأنا بأكد لمليون مرة أنه يا إما بيتدلع المصريين وإذا بقى زينا نحن حده ويا سيادة المجيب من فضل الكفاية علينا كده لو ناوي أو أنت في حاجة إلى أطراف قوية عشان يبقى فيه منافسة حقيقية وإيه اللي حتبقى بالفعل أمام انتخابات شكلية مش انتخابات هتبقى أمام نوع من المبايع أنا رأي أن ده مهليش من الفترة دي هل عندنا كوادر سياسية طبعا يعني في حالة إصرار الأستاذ حمدين صباح على خود الانتخابات أنا بقولك أن احنا سنشهد انتخابات حقيقية في هذا الوطن ومنافسة حقيقية ليه فيه جزء كبير من الشباب لو لاحظنا في الاستفتة مراحش ومراحش مش لأنه كسلان لأ واخد موقف ما ربما يكون موقف خطأ أو صواب مش دانا أنا بحسبه دلوقتي إنما معترض على المرحلة الانتقالية عنده تحفظات ما خطأا أو صوابا الجزء ده من الشباب رايح فيه محدش يعرف اثنين مجمل شباب مصر لازم يشوف المستقبل يعني هو مش بعينك انت ولا بعيني أنا يعني عندما يسمع أحاديث عن مستقبله لازم تترجم قدامه يعني لمنطق هو بدأ يعتاده على الكمبيوتر اللي هو طب اعمل لي بقى تايم تيبل بمعنى آخر انت ناوة حلال مشكلة البطالة طب قول لي أن أنا حشغل بعد ثلاث سنين مش لازم النهارد بس قولي الخطوات اللي هتعملها من هنا لثلاث سنين فابقى ضامن أن أنا تدرجى لي عليها فعلا بعد الثلاث سنين مش مجرد أن أنا سوف أحل مشكلة البطالة يا عمو متشاكلين احنا سمعنا كلام ده مئة مرة خطوة مبارك كان بيقولوا كل شهرين مرة صحيح مش كده خطة فعلا ناوي أبني مليون مصنع يا سيدي كويس أول الموارد هتجيبها منين عشان أتحدق أن انت حتبني مصنعين مش مئة مصر وده اللي شفناه مع مشروع النهضة وده اللي احنا شفناه الله ينور عليك ما هو وده بقى التجربة اللي المصريين مش هينسوها لا تجربة اللي صاروا عليها في 25 يناير وهي تجربة حسن لقعة 30 سنة ولا تجربة لم يحتملوها سنة فثاروا عليها في 36 وبالتالي لأن وخد بالك احنا مجتمع مازال شابا يعني مصر اللي عمرها 7000 سنة دي فوق الستين في المئة منها شباب ده كلام مش موجود عند كثير من الامم على فكرة وده يعني ان المستقبل في ايد من يستطيع ان يبني مستقبل طيب هذه الشريحة العالية ما زالت حتى الان غير محسوبة الى اي انتجاه سوف تصوت مثلا في الانتخابات القادمة فلما يبقى فيه مرشح قوي زي حمدين في موجة مرشح نازل قوي زي المشير السيسي اللي هو هيبقى اعتماده الاساسي على مين في تقديره كل اهلنا اللي عايزين استقرار وحالة امن لازم يصوت هو مغمض لمين بالمشير السيسي ما هو وراء الجيش مش كده وهو مسؤول عن هذه الحرب التحانة في سيناء وهو اللي نجح في يعني انت الاخوان ما زالت مزاراتهم موجودة حتى الان بس محدودة جدا والناس احيانا ما تشعرش به بعكس ثلاث شهور فاته وده نتيجة هذه المقاومة الضروس من جيشنا ودخليتنا حيث كنت قلت انه هو هينزل بشخصه وليس بخلفية بس بس هنا الخلفية الخلفية هتبقى ايه انه كان رجل دولة وبالتالي مؤسسات الدولة موقفها ايه منه يطلع هو قادر على تحركها هو فاهمها فاهم البيروقراطية المصرية فاهم الإدارة المصرية دي مسائل هتبقى في المخزون النفسي لدى شرائع ما بس انه وراء الجيش ده ما هواش مفروض لا مش وراء الجيش سياسيا لا مستحيل وإلا يبقى خطأ فادح يبقى احنا داخلين في مرحلة انا ادعو المصرين لرفضها عشانك ايه بحاجة وردح بس لا الله انه ورعليك طبعا لا معصولش ده خالص المؤسسة زي الجيش هتقف خلف اي رئيس انه ينتقل المصريين وإلا يبقى تمرد يعني الجيش هو فينها مؤسسة وطنية تحمي اختيارات المصريين وتحمي حقوقهم في عدم السداد بيهم عشان كده هي مرفضتش مرسي خد بالك انما حمد حق شعبنا في عزله لما استبد بالشعب المصر اللي كلنا شفناهم وقالوا لا كفاية علينا كده فحماهم في هذا الحق المؤسسة دي هتظل واخد هذا الموقف المحترم اللي هو نحن بعيدين عن العمل السياسي لكن عندما يستدعين شعبنا لاننا جزء من الشعب هنبقى موجودين دايما دي مسألة مهم لكن ليس لها علاقة بدعم مرشح ما وان اصبح لها علاقة فهو خطأ يقينا فاتح طيب المنافسة القوية تستدعي ان يبقى في برنامج خد بالك حمدين نازل ببرنامج ان واحد من الناس دي وهو بالفعل واحد من الناس دي وابن ناس غلابة ابن الطبقة المتوسطة المصرية اللي تعلم في المدارس الحكومية اللي كان اجلوم وشرب شربه وهو اللي طحن في الصخر لغاية ما عمل نفسه وعمل أسرته كويس وقدم برنامج من الانتخابات الماضية تفسيلي حول مشاكل المياه والاقتصاد والاقتماء يعني مقدم حالة انت في هذه الحالة المرشح الآخر القوي المشير السيسي في حاجة الى انه عندما يرشح نفسه يكون واضح ببرنامج تفصيلي ايضا وبرنامج يستطيع ان يقنع به المصريين انه قادر على انجازه خد بالك بقى بعض المصريين اللي بيحبوا السيسي جدا من اهلنا الطيبين في الريف وفي المدن بيقولك ياريد السيسي ما يترشحش عارف ليه رمحبوم الشديد له لان مشاكل مصر هتقلبه لانه ساعدها هيبدو انه مش قادر يحج بعض المشاكل هل هذا السؤال بهذه الاجابة صحيح؟ انا معرفش يقينا ولا حد حيعرف لغاية ما يختبر الرئيس القادم بس ده معناق ايه؟ انك بالفعل اذا اردت منافسة قوية فعليك ان تضع شروطا محترما الانتخابات نازيها والحرية فيها لكل المرشحين مؤكدة حرية الحركة حرية عقل المؤتمرات حرية الاتصال بالناخبين وان يكون هناك منافسين اقوياء لكن انسحاب المنافسين الاخوياء ده حيجعلها انتخابات ضعيفة الا في حالة واحدة اذا توافق المرشحون على برنامج لانجاز اهداف الثورة فانسحب الجميع محققا رغبة الشارع المصري في عدم تفتيت الاصوات وإلا ممكن يلهفها حد ثالث من غير الرغب يعني على غير رغبة المصريين يعني تخير لتجربة 2012 عدم تكرار بس ده مرهون بانه يبقى فيه برنامج سياسي واضح متفق عليه متفق عليه من مين بين قوة الثورة من ناحية والقوة السياسية من ناحية اخرى وبين اي مرشح يحتمل او يفترض انه قوي بمعنى اخر له شعبية طاغية سابقه او له شعبية محتملة او كان له شعبية سابقة جاي على راسه سيد محمد مونيب جنيدي عضو مجلس الشعب السابق مشكرا شكرا جزيلا اهلا بيكو بالسادة المشاهدين مشكرك فاندم شكرا وزي ما قلنا تاني يظل هذا الجدل الواسع جدا وهو مش جدل هو عدى ورحلت الجدل المجتمع يدخل في جدل امة امة نفسها تعيش وتشوف مصر احسن ايضا ايا كانت الخطوات اللي حتتتخذ وزي ما قلنا تاني هي مش مسألة اشخاص هي مسألة برامج في الاول في الاخر اشخاص ذائلون وتبقى مصر بكر ان شاء الله يوم جديد ونهارك تساوي اشتركوا في القناة